موسيقى إن كان أصل لفظ المهدي مأخوذا من الهدى فما معنى الهدى علينا أولا أن نميز بين الإرشاد والهداية الإرشاد أن يسألك شخص عن طريق أو مكان أو عنوان فترشده تصف له الدرب يمينا أو يسارا وكم عليها أن يسير وأين ينعطف وما الدلالات على الطريق حتى يصل إلى بغيته الإرشاد معنى معرفي علامات ودلالات ومعلومات من عارف إلى من لا يملك العلم أما الهداية فإنها قناعة السائل بصدق المجيب والتائه بصواب المدل والضائع بعلم المرشد العارف إن وقع في قلب المستدل على الطريق والتائه عن الدرب بصحة ما قال العارف المرشد رشد لأنه إن سار على علم مرشده وصل إلى غايته ونجى من ضلالته الإرشاد مجرد معلومات أما الهدى فتصديقها والسير عليها والإرشاد إن صدر من غير المعصوم فهو يصيب ويخطئ والإرشاد إن صدر من معصوم فهو هداية بالقوة لا تحتاج إلا الالتزام بها لتظهر وتحقق الهدى الفعلي ما معنى بالقوة أشبه شيء بالنار التي في رأس عود الثقاب هناك نار في القوة لكن عندما تنقدح تخرج النار هذا المعنى الذي نقصد به إرشاد بالقوة وهو ما يسميه البعض هداية الدلالة وهو الدعوة وهو الإرشاد كما قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين ومعناها أننا بينا له طريق الخير والشر وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وفي الآية الأخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هذا مو معنى أن القرآن يجبرنا على الهداية أو كل من قرأ القرآن اهتدى إنما يعطينا السبل لمن يستعد الهداية أن يهتدي الآية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وعن الأئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا الأمر يبقى في عهدة المكلف في مسؤولية الإنسان إن قنع وصدق وآمن هدي إلى الحق وإن كفر وكذب فهو في الضلالة مركوس منكوس لهذا نعرف لماذا يقول القرآن مرة عن النبي صلى الله عليه وآله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ومعنى لمن صدق بك وآمن ثم يقول إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء لأنه ليس كل من أحب النبي من الأقرباء والأصدقاء والجيران سمع وآمن وصدق لأنك لو صببت كل مياه البحار في إناء مثقوب لن تبقى فيه قطرة واحد العيب في القابل لا في الفاعل كل قدرة النبي صلى الله عليه وآله على الإرشاد لن تجد لها موطنا في قلب مثقوب وضمير متعاكل منخور كما قال الله تعالى أفأنت تسمع الصمة أو تهدي العمية ومن كان في ضلال مبين لا يمكن للنبي مهما فعل أن يهدي قلبا ضالا غير مستعد أن يفتح قلبه أما من فتح قلبه للإيمان وصدق المرسلين فإن الله سيشرح قلبه فيصبح قابلا للهدى كما قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كإنما يصعد في السماء الآن نتحدث عن لفظ المهدي في اللغة المهدي اسم مفعود كما يقول أهل الله من هدا يهدي فكل من هداه الله فهو مهدي وقد استعملت في هذا المعنى أيام النبي صلى الله عليه وآله لوصفه من قبل محيطين به ومن قبل ذاته الشريف فقد جاء في الحديث الشريف وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وفي لسان العرب هذا المعجم العرب المشهور يقول المهدي هو الذي هداه الله إلى الحق وبه سمي المهدي الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وآله أو إنه يأتي في آخر الزمان فيهدي الناس من الضلالة ويردهم إلى الصواب وقد استعملت بهذا المعنى أيضا في الكثير من نصوص العدبية والشعرية التي نقلتها إلينا كتب العدب العربي قال حسان بن ثابت الأنصاري الشاعر المشهور والصحابي المعروف وهو من الشعراء المخضرمين وهو يرثي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته ما نصه ما بال عيني لا تنامك إنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي جزعا على المهدي أصبح ثاويا يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي يصف النبي صلى الله عليه باسم المهدي وكذلك العباس بن مرداس الشاعر الذي كان محسوبا على المؤلف قلوبهم يصف النبي أيضا صلى الله عليه وآله أثناء فتح مكة يقول فجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وصاطعه فإذن لفظ المهدي أطلق على النبي في حال حياته من قبل شعراء وصحابة معروفين واللفظ أيضا أطلق على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولقب أيضا بالهادي المهدي وربما خصه أمير المؤمنين وحده بهذا اللقب يذكر الطبر في تاريخه إن اللقب أطلق على الحسين ابن علي عليه السلام بعد استشهاده في كربلا فقالوا عنه هو المهدي بن المهدي كما أن بعض الشيعة أطلقت اللقب على محمد بن الحنفي فقيل عنه إنه لا يموت ويجي آخر الزمان ليملأ العرض عدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا في هذه الأثناء حاول آل أمية وبن العباس أن ينتحلوا الإسم فلقب عمر بن عبد العزيز بالمهدي أيضا كما لقب به محمد بن المنصور العباسي بنفس اللقب وهناك من يرى أن هذا اللقب كان متداولا في جنوب الجزيرة العربية منذ القدم ليدل على المنقذ المخلص غير أن لفظة المهدي قد تطورت واكتسبت صفاتا ودلالاتا أخرى على مر الزمان وبتغيير الظروف والمجتمعات والأنظمة وارتبطت بأفكار عدة وعقائد مختلف تتباين من شعب إلى شعب ومن زمن إلى آخر لكن أكثر تلك الأفكار والمعتقدات ارتبطت بخيط أساس هو إن المهدي فكرة وعقيدة ترمز إلى ما اتفق على تسميته المنتظر أو المنقذ أو المخلص للبشرية مما يحيط بها من شرور وآثام وظلم وعدوان ولم يعد المهدي تجسيدا لعقيدة إسلامية ذات طابع ديني فحسب كما ذكرنا سابقا بل غدا عنوانا لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف دياناتها يا أبو الصلاة يا أبو الصلاة يا أبو الصلاة السلام عليكم يا أبو الصلاة تحدثنا عن أن لقب المهدي القسمي القسم الأول يتحدث عن الإرشاد والثاني هو المهدي الذي يقوم بالسيف فيحقق العدل لقب المهدي بكلا قسمي تحدث عنه الإمام الباقر عليه السلام عندما نسب لنفسه إنه المهدي بالمعنى الأول أي المرشد والمعلم هو الداعي لله ونفى عنها أي عن نفسه الشريفة إنه المهدي الثائر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا في الكافي يقول الحكم ابن أبي نعيم هو من الروات عن الباقر عليه السلام يقول للباقر بعد أن الالتقاء في المدينة إني جعدت لله علي نذرا وصياما وصدقة بين الركن والمقام إن أنا لقيتك ألا أخرج من المدينة حتى أعلم إنك قائم آل محمد أم لا فإن كنت أنت رابطتك وإن لم تكن أنت سرت في الأرض فطلبت المعاش يسير له يقول أنت المهدي الذي ستقوم بالسيف أم لا فأجابه الباقر عليه السلام يا حكم كلنا قائم بأمر الله كلمة القائم تشملهم كله فيسأله قلت فأنت المهدي فقال الباقر كلنا يهدي إلى الله تنطبق على الإم عليهم السلام كلهم إنهم مهديون كما قلنا عن النبي صلوات الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين كلهم مهديون فيحاول أن يحدد السؤال أكثر هذا الحكم فيسأله مجددا قلت فأنت صاحب السيف هنا تنفرز هنا تنفصل هنا تتمايز العناوين قال كلنا صاحب السيف ووارث السيف خطوة متقدمة أنهم كلهم وإن لم يحملوا السيف لكنهم مجاهدون بطرق أو بأخرى لم يكتفي السائل بهذا الجواب العام لأن المركوز في ذهنه أن المهدي هو الذي يملأ الأرض قصطا وعدلا فيعيد السؤال على الباقر عليه السلام قلت فأنت الذي تقتل أعداء الله ويعز بك أولياء الله ويظهر بك دين الله هنا حدد السائل مراده من المهدي تماما هو المهدي الثائر الخارج لتثبيت العدل وإقامة الإنصاف فيجيبه الإمام عليه السلام يا حكم كيف أكون أنا وقد بلغت خمسا وأربعين الإمام يقول شلون أنا المهدي تصور أنه أنا المهدي وأنا قد بلغت خمسا وأربعين بأن الرواة تقول أن المهدي يظهر دون الأربعين ويفصل أكثر يقول له وإن صاحب هذا أي صاحب هذا الأمر أو صاحب الخروج بالسيف أقرب عهدا باللبن مني يعني أصغر سن كأنما فترة الفطام عن عمره أصغر من فترة الفطام بالنسبة لي وأخف على ظهر الداب أكثر شاقة وأقل وزنا إذن الإمام الباقر يميز بين المهدي الهادي إلى الله وكلهم مهديون هادون إلى الله والمهدي الذي يملأ الأرض قصطا وعجلا ويروي أحد الرواة الآخرين حمران بن عين قال سألت أبا جعفر عليه السلام الباقر أيضا فقلت أنت القائم قال قد ولدني رسول الله وإني للطالب بالدم أنا كذلك مسؤوليتي ما معناه أنه وارث هذه الرسالة وأنا ابن رسول الله يعني أنا ضمن هذا الإطار العام الذي هو في مصدر الهداية ويفعل الله ما يشاء ترك الباب مفتوح ربما كانت هناك ظروف معينة تمنعه من إجابة المباشرة كما حدث في مناسبات عدة ثم أعدت عليه فقال قد عرفت حيث تذهب أنت سؤالك أنا أفهم الشتريد يقول صاحبك المدبح البطن ثم الحزاز برأسه يقول لا أنا أعرف الشتريد يقول أنت تقصد المهج الذي يخرج في آخر الزمان مواصفاته تختلف البدنية لا أقل تختلف عن مواصفاتي مدبح البطن بميزة معينة في شكل العام ثم الحزاز برأسه بعض الروايات تقول أنه يعني مثل هذا الذي نسمي بالعامية قشرة برأسه فكرة المهدي فكرة عرفها المسلمون واعتنقوها لما لها من أهمية عظمة لأنها علي يقوم نهاية الدين ونهاية التاريخ بالنسبة أو أقصد ذروة التاريخ وذروة الدين وأعلى ما سيتحقق للبشرية من سلام وإمام وقد تناقلتها كتب الحديث فهناك أقوال للنبي صلى الله عليه وآله كثيرة جدا عنها فهناك حديث أبي سعيد الخدري الشهير يقول بنصه ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة بلاء عظيم شدة وظلم طغيان وفساد وحتى يملأ الأرض جورا وظلما لا يجد المؤمن ملجأ يلتجو إليه من الظلم أينما يذهب هناك ظلم وعندها يبعث الله عز وجل رجلا من عترة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض الجميع يرضى عنه لعده وفي حينها لا تدخل الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا لن تحبس أي نعمة من نعم الله التي كانت تحبس بسبب ذنوب العباد وعنه أيضا الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوان بلسان آخر وبروايات متعددة وبأسانيد مختلفة وهناك حديث آخر يقول يلي رجل من أهل بيتي يحكم يلي يحكم يواطو اسمه اسمي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي أنه يحكم هذا اليوم لو باقي واحد من عمر الدنيا يطول حتى يستطيع المهج أن يحكم وهناك حديث أخرى حديث المهج من عترة من ولد فاطم وحديث أمير الممنين عن النبي صلى الله عليه وآله المهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة وفي حديث حذيفة المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري وكذلك حديث آخر لأبي سعيد بلسان آخر نص لأن الأرض ظلما وعدوانا ثم لا يخرجن من أهل بيتي أو قال من عترة من يملؤها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وعدوان وهناك حديث آخر لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم والقسطنطيني اتساع سلطاني يمتدل أكبر من جزيرة والعراق والمناطق هذه ونقرأ حديث آخر ربما هو عن أمير الموين عليه السلام عن النبي يرويه لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملأت جورا بألسنة مختلفة وبصيحة مختلفة وبإشارات مختلفة ورواة متعددين تناقلت كتب الحديث حاديث النبي صلى الله عليه وآله على اختلاف الرواة المروين التي بلغت أكثر من مائتين وسبعين رواية مائتين وسبعين رواية مأخوذة من أشهر كتب الحديث عن السنة والشيعة بكل فرقهم وتفاصيلهم بما في ذلك البخاري ومسلم والترمذي والصحاحات الأخرى مستدرك الحاكم مسند أحمد كل هذه الرواية تدل على تعيين المهدي وكونه من أهل البيت ومن ولد فاطمة ومن ذرية الحسين وأنه التاسع من ولد الحسين أي الإمام الثاني عشر عند الشيعة الفرق الإسلامية التي لها تراثها وتاريخها تلقفت هذه الفكرة ووجدت فيها شرعية للحكم عندما تثبت أنها صاحبة المهدي أو المهدي منها فسيكون ذلك دعما شرعيا لحكمها فذهبت كل جماعة إلى تأويل الحديث والأحاديث بالطريقة التي تخدم مصالحها وتطلعات بين الناس مر بإيمان حقيقي وأخرى بالدعاءات كان الشيعة هم أول من آمن بفكرة المهدي المنتظر في الإسلام واعتبروها إرثهم الذي لا يناقش ولا يختلف يعني فيه أي مختلف ولهم في ذلك نصوص وشروح ومؤلفات وعقيدة المهدي في صلب اعتقادات أهل السنة والجماعة أيضا لكن ليس على الصورة الشيعية فهم يرفضون فكرة غيبة الإمام وحياته الطويلة هم يعتقدون أنه سيولد في آخر الزمان وانتشرت الفكرة حتى غدت شعارا يرفعوا كل الثائرين والخارجين على حكوماتهم التي يرونها باطلة وكان العباسيون أشد الناس تمسكهم بالفكرة المهدوية لدعم شرعية حكمه ونقلوا أحاديثها كثيرا وروجوا لها كثيرا ومن ذلك إلصاق لقب المهدي بأبي جعفر المنصور وذكرنا أنه ابنك كذلك ولصقت به اللق فقد أشار أحد شعرائهم حين هجى أبا مسلم الخرساني بعد مقتله في بغداد قائلا أفي دولة المهدي حاولت غدره ألا أن أهل الغدري آباؤك الكردو يرجو قل لأنه آباؤك الكردو المشهورين بالغدر أنت منهم لأنه تحاول أن تغدر في زمن من المفترض زمن دولة المهدي الذي فيه العدل والإنصاف وقد وضع العباسيون عشرات الأحاديث التي تثبت أن المهدي هو المهدي بن المنصور وليس بن الحسن العسكري عليه السلام أو محمد النفس الزكية التي قالت طائفة أنه هو المهدي أملا بإقناع الناس بالفكرة التي تثبت ملكهم الشرعي ذلك الحكم الذي كان فاقدا لشرعيته طيلة حكم أيام الدولة العباسية وعلى الرغم من أن المنصور كان يعرف تماما أن ابنه ليس هو المهدي فقد قال مرة لرجل يدعى عمير بن الفضل الخثعمي أن محمد بن الحسن هو المهدي من آل البيت هذه قبل أن يستلم الحكم والسلطان أثناء كانت نقاشات لكنه في الناية بعد استلام الحكم أصر وسمى ابنه بالمهدي لمعرفته بقوة الفكرة والعقيدة المهدوية والتي أراد بها أن يدعم أركان سلطانه الذي آل إليه لإدراكه أن لهذه الفكرة سحرا رائعا وهي طريق صائب لضمان ولا رأي بابا سارغو اشتركوا في القناة